ده هيخدني على مسألة التوافق يعني السنة التحضرية وضعت فيها كل السيناريوهات الممكنة لإدارة هذا الحوار والوصول إلى القواعد الملزمة إلخ 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 بدأت الجلسات بتاعة الحوار الوطني ويبقى دايما نشغل الشاغل الحياة أنا بفكر إزاي تقدروا توصلوا للتوافق يعني إزاي هتقدر تبني توافق ما بين وجهات النظر والرؤى على قدر اختلافها بس أنا أسأل أنا يعني أنا هتكلم عن نفسي وعلى ما رأيته في مجلس الأمن وهكي حكاية عن التوافق ده عندما بدأ مجلس الأمن أعماله إحنا هاي 18 واحد جيين من أقص الشمال للغارج للشارع يعني بعضنا أغلبنا اشتغل مع بعض تقطعت بيننا سبل العمل لكن يعني مختلفين في الرؤى والتوقيت لما بدأت الجلسات كانت الجلسات حدة جدا وخلاف ولأنه كانت هناك حالة حال نصيحة أن نقول من الشك المتبادل بين الأطراف تعيس تخب مني إيه وناء يمكن 3-4-5 جلسات ذابت هذه الشكوك كلها وأقدر أقولك أنه مش نشأت علاقات إنسانية نشأت علاقات في وحدة الرؤى بين الجميع فبقيت أنا أقول حاجة ممكن حضرك توافق عليها تقول حاجة أنت مكنتش بسدل أن أنا أوفق عليها أنا بوافق عليها لأنه أنا رأيي أن الناس أعداء ما جاهدوا لفترة طويلة جدا من الزمن إحنا عندنا مواقف متصلبة حضرك في المعارضة وأنا في الحكومة فأنا لازم أبقى ضدك لأمان هبقى معارضة إزاي يعني وإنت لازم تبقى ضدي لأمان أنت هتبقى حكومة وتثبت أنك الألف ميل بإزاي يعني فهذا الموضوع هذا التباعد أدى إلى ممكن أن تتقق عليه فجوة في الفهم مش في الثقة إن أنا مش فاهم الحكومة بتعمل كده ليه وهي مش فاهمة الناس تقول المعارضة اللي بيتصرفوا كده إزاي فلما بنقعد الناس وتتكلم بتزوب بين الناس ما يمكن أن تتقق عليه وبهذا الشأ فهم مشترك هتفضل فيه طبعا خلافات الفكرة أن أنت توصل إلى ما يمكن أن تتقق عليه أن يخرج الجميع من هذا الحوار الرابع الذي أستطيع أن أؤكده والتوفيق عند ربنا أنه لن يخرج تيار أو رأي من هذا الحوار مهزو سيخرج الجميع فائزين مش فائزين ومقالوا رأيهم يعني طبعا إنك تقول رأيك ده حقا كويس لا لكن أن رأيه سيؤخذ بالاعتبار يمكن رأيه ما يبقاش كامل لكن ستؤخذ منطقة من هنا ومنطقة من هنا وهتتعمل سبيكة من التوصيات عندما تخرج سيجد كل تهار سياسي يشتغل في هذا الحوار نفسه فيه يمكن ما يلقيش نفسه مية المية لأنه طبعا هو مش لوحده في الحياة إنما سيجد نفسه فيه يقول آه أنا موجود هنا أنا موجود هنا أنا موجود هنا مع الأخذ في الاعتبار أن في حاجات عليها توفقات من الأول أبما تبتدي مثلا التمييز كان عليه توفق فيه تمييز آه عايزين نعمل مفاوضين للتمييز لازم لأن الدستور قال أيوة طبعا نعمل مثلا يعني أغلب قضايا حقول إنسان عليه توفق أنا عايز أقول لك إنه لجنة حقول إنسان دي البرنامج الذي وضعه مجلس الأمناء مر زي السكينة في الزبنة هايل إيه؟ هايل هايل جدا أيوة مرز السكينة الزبنة أنت بتتكلم على برنامج لجنة هتناقش التعذيب والحبس الإحتياطي والاحتجاز غير القانوني والحريات الأكاديمية وأوضاع السجون والسجناء وحرية التعبير بكل ألوانها والمواقع الإلكترونية والحبس في قضايا النهش يعني فلا يوجد موضوع مستثل لم يوجد موضوع مستثل ومحدش قال طب يا أخوان الموضوع ده حساس بلاش من يعني 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 ولا حد قال مثلا طب ممكن عشان الوقت دي نخدين جلسة كفاية موضوعين ثلاثة وإن شاء الله نأجي الباقي بعدين أبدا كل موضوع كل موضوع هتترح كل حين هي موجودين كل التلات السكات موجودة وهذه فرصة لمصر إذا كنا بنتكلم على جمهورية جديدة سكنا بنتكلم على مدة رئاسية جديدة سكنا بنتكلم على أهد جديد هي فرصة لطي صفحة الماضي أي مكان بحلو ومرو وبداية حقيقية أو يجب أن تكون بداية حقيقية يعني يعني لحاجة جديدة لم يحدث أن بدأت مصر بداية حقيقية وفيها هذا التوافق والناس موجودة هيطعوا طبعا بدون بعضها هيتخنقوا بتاع عادي بس في الآخر في الآخر سيخرجوا جميعا يعني أستطيع أن أقول أن الجميع سيخرجوا من هذا المحفل من هذا الحوار سعيد منتصر يعني يقدر يروح كل واحد لأنصاره يقول له ما أنا كسبت راجع بحاجة آه أنا كسبت طبعا ما نكسبش كل حاجة إنما ما أنا كسبت كسبت واحد اثنين تتاة أربعة وما قدرتش في واحد اثنين تتاة أربعة ما هو الحوار ده مش تهيت الكود ما هو يعني دي عملية اساسية طويلة هتنستمر بقى إنما يعني كل طيب كل شخص دخل إلى هذا الحوار هذا ما قراره مجلس الأمناء هذا ما سيكون ننفذه مجلس الأمناء سيخرج جميع فائزين قبل ما هطلع الفصل زمالي بيزنوا عليها عشان الفصل بسنم احتاج فعلا أفهم أو نوضح شيئ ما وهو المتعلق دائما بعنوان يستخدم تصلب المعارضة وصلف المؤيدين يعني يظن البعض أن المؤيد يتعامل بصلف ناتج أنه أنا المؤيد إحنا الأغلبية اللي موجودة مثلا في البرلمان إحنا المؤيدين لسياسات الحكومة إلى آخره فأي حاجة أنت هتقول لي لأ وأنا الطرف الأقوى في المعادلة ومن ناحية تانية يظن الآخر هنا بقى اللي هو المؤيد والأغلبية إنه المعارضة تتصلب في آرائها بقدر ما فيوش أي قدر من المرونة على الإطلاق من واقع سنة تحضير زائد إحنا بقى أسبوعين جلسات لا أنا ما شفتش لا تصلب من المعارضة ولا صلف من مؤيده بل على العكس أنا شفت مرونة وتواضع شديد من ما يمكن أن نطلق عليهم مؤيدي وسياسات الحكومة الحالية وأيضا شفت مسئولية وشعور بالمسئولية كبير جدا من من يمكن أن نطلق عليهم التيارات اللي هي مختلفة أو المعارضة أو زي ما سميه الفكرة الوحيدة يمكن لأنه الناس عند رحظة معينة استشعرت أنها جميعا في مركب واحدة حلو وأنه يعني إذا ما فيش حد هينجو في هذه المركب بمفرده وبالتالي ده خلى ربما يعني يعني ممكن أنا عندي حظ أن أنا اشتغلت في حاجة زي كده في ظروف زي كده أن المؤيدين يعلمون أنهم لا يستطيعوا أنهم يخرجوا من بهذه المركب لحدهم والمعارضين مدركين أن المركب دي لو غير إطفا ما هيغرقوا وغير إطفا ما هيغرقوا وغير إطفا ما فممكن ده اللي حصل اشتركوا فيش